السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي في قناة قناة أحلى الأكالات مع الصحر أتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة تعالوا النهاردة نعمل مع بعض الترطية الأمر اللي قدامنا عملتها بمناسبة عيد الأم وبحب طبعا أبعد تهنئة لكل أم في الدنيا وكل أم مصرية وكل أم عربية وأقول لها كل سنة وأنت طيبة ويا رب يديمك نعمة في حياتنا ويديك الصحة ويبرك لنا في عمرك يا رب تعالوا نعمل مع بعض الترطية الأمر اللي قدامنا ونشوف عملناها مع بعض إزاي ما حبيت أعملها مبهجة وبألوان جميلة تعبير عن الفرحة وعيد وكده يعني قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير وعملوا لي كده كومنت تحفيزي ويلا تعالوا نشوف الترطية الأمر بتاعتنا المقادير بتاعتها إيه عندي هنا بطين أنا عملت ترطية دي مقاس 16 فعندي بطين نزلت كده بهم في المضرب بتاعي وعليهم معلقة من الفانيليا وربع كباية من الميا وحط عليهم معلقة صغيرة من محسن الجل بضرب الخليط بتاعي كده لحد بس ما يتجمس مع بعض المد دي او دي اتين وببدأ أنزل عليهم بمتين وعشرين جرام من دي ده دي اسبونش بيجهز من عند بتاع مسلزمات الحلويات طبعا في السكر بتاعه في المواد الرفعة بتاعته في كل حاجة شغلت المضرب بتاعي لمدة سبع دقائل لحد ما حصلت على القوام اللي احنا شايفين واللي هو نفتحها والقوام تضعف عند الصانية بتاعتي او الحل اللي انا هشتغل فيها مقال 16 مبطنها زي ما انتوا شايفين بالورق من في القعوة للجوانب بتاعتها بدأت ان انا اصب الخليط بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا في الحل بتاعتي ومسخانة الفرن بتاعتي من قبل ما ابدأ شغل لعلشان تحقق معايا درجة 180 درجة بدأت اصاب الخليط في الحل بالشكل ده علشان يبقى الخليط كله ارتفاع واحد وهبدأ اديله خطتين علشان اخرج منه اي هوى وبدأ خلو الفرن لمدة الساعة خارج من الفرن وطبعا سيبته استريح احسن حاجة ان انت تسيبيه يعني انت عملك كيك قبلها بتلات ساعات او اربع ساعات علشان يبرد ودلوقتي بدأت ان انا اقطعه بالمنشار شايفين قد ايه كيك فاتح وجميل ومستوي الكيكة اللي قدامنا دي هتعمل معي اربع طبقات والترطية بتاعت النهاردة هعملها بتلات طبقات والطبقة الرابعة بتشيديها في الفريزر بتحطيها في استريتش رول او في كيس بلاستيك نضيف وبتشيديها في الفريزر لأي وقت استخدام يعني تحب تستخدميها في ترطية تانية او تعملي بها كوبايات ترابل يعني يبقى على حسب رحتك يعني بعرفك ان انت لو شديها في الفريزر بتحفظ بيها الفترة طويلة جدا اقطعت الترطية بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي جبت القاعدة اللي انا هشتغل عليها وثبتتها كده بمعلاقة صغيرة من الكريم شانتي والترطية بتاعتي اخذت تاريبة كوباية لربع من الكريم شانتي عليها كوباية ونص من المية وعليها ثلاث معالق من السكر وضربتهم في المضرب لحد ما وصلت للقوام اللي احنا شايفينه دلوقتي بدأت ان انا اسقق الكيك بتاعي طبقات الكيك بالخليط بتاعي واحسن طبعا طريقة اني بتحطي المية بسكر بتديهم جلوة واحدة على النار اول ما بيغلوا بتبداية تدفع عليهم وبعدين سبيهم لحد ما يبردوا تماما وطبعا زي ما انتم متعودين معي انا دايما بوزع الكريمة بتاعتي بكيس الحلواني بسهل علي جدا حطت اول رأ ووزعت عليه الكريمة وحطت الرأي الثاني زي ما انتم شايفين ودلوقتي ده الرأي الثالث والرأي الرابع طبعا زي ما قلت انا مش هستخدمه بسق طبعا من كل رأي ورأي بكمية كويسة من السيرب اللي انا عملته ودلوقتي اخر مرحلة عندي ان انا هبدأ اوزع الكريم شانتيه كده على كل التورطايا على الجوانب بتاعته التورطايا وعلى كمان وش التورطايا بتاعتي ودي احسن طريقة واسهل طريقة وسهلة جدا وبتديك النتيجة وبتديك كمية محترمة الكريم شانتيه على التورطايا بتاعتك بدأت طبعا ان انا اساوي واجلس كويس التورطايا بتاعتك كده باستخدام السباتيولة من وقت للتاني بتحطيها في مية سخنة او ممكن تسخنها على النار دايما ببقى مخلية جنبي كده دورق في مية سخنة من وقت للتاني بحط كده في السكرابر بالسباتيولة بتاعتي في المية السخنة وببدأ ان انا اوزع طبعا المية السخنة بتسهل عليك جدا وتديك سطح امل السطح جميل جدا للتورطايا لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك وشير كده وكومنت تحفيزي جميل منك دلوقتي باستخدام السكرابر اللي هو المشار شار وطبعا برضو اهم حاجة استخدامك للمية السخنة علشان تحصولي علي نتيجة كويسة جدا سويت كده الجوانب بتاعته التورطايا وبصبت كمان الوش بتاعها وهبدأ ان انا دخلها التلاجة تستريح شوية بعد تقريبا مرور نص ساعة قربتها من التلاجة وباستخدام الخلة بدأت ان انا ارسم على التورطايا شكل قلب هو مش واضح او في التصوير بس ده انا عملته كده يعني بالخلة علشان اعرف ان انا امشي عليه دلوقتي هبدأ ان انا اكتب كلمة ام حبيبتي وانا مستخدمها هناك كيس من اكياس السبوع ده جميل جدا في الكتابة وطبعا انا هكتب بجيلو شوكولاتة ده برضو بتشتري من عند اي حد من المستلزمات الحلويات بيبقى برضو سعر ومش غالي واحيانا بيشتري يعني نص كيلو تقريبا بيبقى عمل خمستاشر جنيه دلوقتي زي ما انتم شايفين كتبت امي وهكتب كلمة حبيبتي بالشكل اللي احنا شايفينه شايفين سهل جدا في الكتابة والكيس ده بتستخدمي بيسهل عليك جدا جدا في الكتابة كتبت كلمة امي وحبيبتي ودلوقتي هبدأ ان انا شايفين شكلها جميل جدا والخط ما شاء الله عليه مظبوط معايا بابدأ ان انا اعمل رزيتات بقى داير ميدورة على حدود القلب اللي انا عملته بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا التكنيك بتاع الترطاية بتاعتي سهل جدا مفوش اي صعوبة مفوش اي تعيدات بس انا حبيت ان انا اعملها يعني ايه يعني مبهجة كده وحلوة وتدي فرحة وتعبر عن الغيد وعن الفرحة وعن الاحتفال وكده يعني طبعا زي ما انتم شايفين انا حددت القلب بتاعي بالروزيتات ودلوقتي جبت كريم شنطي ايه ده انا خفيته بحبة معلقة او معلقتين من المية وهستخدم باردو كياس السبوع وحطيت عليه لون فوشيا ايه ده لون فوشيا اللي هو اللون من الوان الجل اللي هو همشتريها للترطا وطبعا ده لون جزائي بدأت ان انا هامل درب كده داير ميدور الترطاية بتاعتي طبعا بيدي شكل جميل جدا للترطا بلفت كده الترطا بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه وعملت كده خطوط طبعا الخطوط بتحكمي فيها على حسب ما انت حب عايزة تخليها اطول من كده عايزة تعمليها يعني عشوائية تخليها متساوية طبعا على حسب ما انت حب بدأت اوزع بقية الكريمة والكريمة دي سيلة شوية عن الكريمة اللي احنا مستخدمينها فبدأت ان انا اوزع كده وبساوي اللي هو الكريمة بالسكرابر بتاعي وطبعا من وقت للتاني دايما بتحط في المية الصخمة على شام تحصلي على السطح الاملس والشكل المتساوي بتاع الكريمة خلصت كده توزيع التورتية ودلوقتي باستخدام المصمر بتاع الوردة برضو الكريمة بتاعت الوردة على فكرة بتبقى تقيلة جدا يعني انا حطى الاول طبعا هي التورتية بتاعتي كلها اخدت مني كوبيلة الربع في الاول حطيت كمية قليلة من المية ونقصت من الكريمة بتاعتي علشان اخليها ايه القوام بتاعها تقيل وبعدين زودت المية لبقيت الكريمة اللي هي بتاعت الحشو والتجليس جبت كده بسخدام مصمر الوردة وحطيت عليها نقطة واحدة من لون الفوشي علشان احصل على درجة تانية من الفوشي شايفين الفوشي عندي بدرجتين الدرجة اللي هي الزهية شوية اللي انا عملت بها الدرب وحطيت بها سطح الدورتية والدرجة الفتحة اللي انا بعمل بها الوردة عشان يبقى فيه تفاوت وفيه تناغم كده في الالوان الوردة زي ما انتم شايفين سهلة جدا طبعا الصورة تتكلم عن نفسها مصمر الوردة ده بيجي طقمة اصلا برضو من عد بتاعم السلزمات الحلواني برضو مش غالي تقريبا في حدود شرين جنيه او كده بتبدأ ان انت تعملي قلب الوردة وتبدأ كده بالشكل ده تلف معاك بتاخد الورقة من فوق لتحت من تحت الفوق ومن مصد الورقة الاولى بتعملي الورقة التانية بتحصول طبعا على الوردة على حسب عدد الورقة اللي انت بتعمليه كل الوردة ما بيبقى حجمها اكبر او اقل انا حسيت ان الحجم ده مناسب للترطاية بتاعتي انا كنت نوية ان انا اعمل الوردتين بس كده على جنب القلب بس احسيت لان انا لو لفيت نص القلب بالورود هيبقى شكله اجمع شايفين شكل الترطاية انا عايزة اسكت شوية علشان بس ايه يعني تشوفوا كده عميل الوردة وتركزوا فيها هنا يعني محتاجة منكم تركيز اكتر من انا اتكلم ما عايزش هو كان هنا التصور شوية مش واضح قوي بس برضو يعني ايه الوردة شايفين اهو جميل جدا بتشيليها بالمقاصة بالشكل ده وتحطيها كده على المكان وتقفل المقاصة بتسحب المقاصة بتاعك لبرا طبعا انا حطيت اهو نصوك كده الوردة شايفين بتاخدي من نص الورقة الاولى للورقة التانية وبتحطيها بكل بساطة بتقفل المقاصة بتسحبه لبرا خلصت كده كل الورود اللي عندي وبنفس لون الورد كده هبدأ ان انا اعمل رزيتات داير ميدور الترطاية بتاعتي من تحت ولو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير ويعني كومنت تشجيع كده ولو لك اي سؤال اكتبيه في التعليقات برضو انا بازن الله يعني هارد عليكم خلصت كده الوردات بتاعتي كلها داير ميدور هنا عندي كان ملتازر او عندي كريس بفضي بدأت ان انا احطه على النص التاني بتاعي القلب حطيت الاول كده في قلب يعني في الجزء الفاضي اللي هو بتاع القلب نفسه بس حسيت ان هو تقيله وفي اخر الترطاية بشيله بالفعل يعني فلفت كده الداير ميدور الترطاية والجزء التاني بدأت برضو ان انا اعمله كده كبرواز للترطاية وبرضو اخترت اعمله يعني ايه اللي هو مص دايرة يديني برضو شكل القلب التزيين دايما طبعا بنقول ان هو بيرجع لك على حسب ما انت حبه على حسب زوئك على حسب الامكانيات اللي هي موجودة عندك ما بنفرضش عليك تزيين معين هي كلها افكار وممكن تاخد الفكرة وتوظفيها على حسب الحاجات والامكانيات الموجودة عندك وبرضو على حسب زوئك طبعا انا عملت الترطاية بتاعتي بالشكل ده وده كريمة حط عليها سنة واحدة من اللون الاحمر ومسيحها برضو على ابو حمام بخار وعملت بها القلب اللي هو ات بقى شكله احمر وشكله جميل ونطق معي الترطاية اه في اخر الترطاية انا بشيل اللي هم اللي بقولك هناك ان شايفين اهو شيلت الكريزب اللي كان موجودة في عند امي حبيبتي ويعني في وسط القلب بتاع الرسمة اللي انا عاملها ده كده اللي هو كان الشكل النهائي للترطاية بتاعتي شكلها امر 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 وتحسسك بالفرحة والبهجة والسرور ودي كانت وصفتي النهاردة وده كانت الشكل الترطاية بتاعتي اتمنى ان انتو تجربوها ولو اعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب للقناة والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله